موسيقى وإلى خبر آخر أطلق مشروع تطوير القوى العاملة في الأردن مبادرة لتحفيز أعضاء المجتمع المحلي في الرمثة على العمل في المهن الصناعية وتهدف المبادرة التي تحمل اسم مهني وأفتخر إلى زيادة فرص العمل للشباب والنساء في القطاع الخاص وتعرف الباحثين عن العمل على حقوقهم وأطلقت هذه المبادرة بالتعاون مع جمعية مستثمري منطقة الحسن الصناعية وغرفة صناعة إربد وقال مدير مشروع تطوير القوى العاملة في الأردن ويليام تومبسون إن المشروع يعمل حاليا على تدريب وتسهيل وتوظيف ما لا يقل عن 300 شخص من الباحثين عن العمل في القطاع المهني خلال السنة القادمة في إربد مبادرة لرفع لنسبة العمال الأردنية في المناطق الموهل الصناعية وخاصة محافظة إربد كون إربد مدينة الحسن الصناعية تعاني من العزوف الأيد العاملة الأردنية حيث شكلت تقريباً بنسبة لا تتجاوز 32% من مجموع الأيد العاملة ككل اليوم بداية لا أكثر من زيارة لا أكثر من لواء كانت اليوم تجربتنا بلواء الرمثة كونه من محافظة بلواء الرمثة لواء متضرر جداً من الجزء السوري وارتفاع نسبة للفقر والبطالة نظراً لعدم وتوفر فرص عمل لدى القطاعات الحكومية